لماذا هذا النظام يجد نفسه الآن تتخلق عليها الأمور؟ أول شيء، سنذكر مجموعة أسباب، أول شيء أو مجموعة ملاحظات سبب الأول أن العالم الخارجي مثل الجزائريين في معظمهم وأغلبيتهم يعرفوا أنه نظام غير شرعي وعندما تكون نظام غير شرعي وكانت ظاهرات ضدك وكانت احتجاجات وكاينين محتجين ومعارضين في السجون محتجين ومعارضين رك تطارد فيهم في الخارج ورك تضعهم في قوائم الإرهاب فالأوضاع عندك سيئة فأنت مك شرعي وبما أنك مك شرعي تفقد شرعيتك على السعيد الخارجي تضعف قيمتك واللي قيمتك ضعيفة من ليس لديه شرعية داخلية شعبية لا يمكن أن تكون له قوة خارجية لا يمكن بل قد تتهاوى أي قوة كانت له في السابق هذا واحد الأمر الثاني عندما يرى ويسمع العالم أجمع أن هناك عشرات من كبار الجنرالات الآن نعم تجاوزوا الأربعين أربعين جنرال موش أي جنرال كبار الجنرالات منهم كبار قادة مخابرات الجنرال ترطاق الجنرال بوعزة وسيني الجنرال راشدي الجنرال منش عارف فاشكون الجنرال نبيل الجنرال بوبكر هذا قاعدتها مخابرات قادة نواحي ناحية العسكرية الثانية ناحية العسكرية الرابعة ناحية العسكرية اللي أولى هارب قادة درك مناد نوبا عرعار عبد الرحمن الأخير هذا بنش عارف قواسمية اللي أعرف السجن ولا لا بلق تصير هارب آخرها قبل ثلاث أسابيع الإطاحة بالمدير العام للشرطة واللي رحمة بين الحياة والموت وإذا خرج حي يخرج بعافيسيو يخرج نص ميت جنرالات يموتون تحت التعذيب قاعد ناحية العسكرية الثانية اعتقلوه بعد ثلاث أسابيع ولا خرج الإخبار بأنه توفى رشيد شواكي قاعد المشتريات مدير المشتريات فزار الدفاع تحت التعذيب حتى قتل صواب من قبل تحت التعذيب حتى قتل وآخرين رهم الآن في العالم الخارجي يرى الوزراء في السجون رؤساء وزراء في السجون ولات مدراء وبعضهم هاربون سواء كوزراء أو كلها ولات أو العالم الخارجي يشوف أنك نظام متفجر مشتت متصارع متخاسم كلما جاء فريق أدخل الفريق اللي سبقه إلى السجن وأحياني للقبر هذا الأمر الثاني الأمر الثالث عندما يراقب العالم أحوال شعب الجزائر خاصة في الجنوب وهنا لماذا نتكلمه الجنوب لأن هنا يتعلق الأمر بحدودنا الجنوب الوضع السيء جدا الآن نرى في مالي يعني 1300 كم من الحدود للتدقيق المرة اللي فاتت ربما ما دققتش مليح في الحدود الحدود الجزائرية حوالي 1000 كم مع تومس حوالي 1000 كم مع ليبيا حوالي 1000 كم مع النيشر حوالي 1300 كم مع مالي أقل قليلا من 500 كم مع موريطانيا أكثر قليلا من 1700 كم مع المغرب أي أن المغرب هي أطول حدود لنا لما تشوف وضع الجزائريين في الجنوب بائس وضع الجزائريين عموما بائس في الجنوب أضربوا في 50 مرة هذا البؤس الأسعار مرتفعة إدارة تشعروا كأنها جمعة احتلال باراجات ومرات باراجات يطلبوا دراها من عند الناس حكاولي كثير من الناس قال لك جيت داخل تمرست تخلص من القرى والمدن اللي حاولتها من راست جيت خارج منها تخلص من البراجات اللي تم وإذا ما خلص يخلوك في السمر يقول دي ما عنديش دراهم كاي الناس في قرام ساكين يقول دي والله ما عندي دراهم يعني جيت برك نقضي وراني سلف السيارة ولا حاجة لكن يقولونه دراسك كان حتى اللي يقول لهم دخول الحمام مشكلة ما خروجهم هذول يجوا خارجهم تمرس عسى بالمثال وبراجات وكاين مساكين لا باراجات اللي يقولون ما اعطونا نشرب الماء وعطونا شوية خبز والله هم ما جابوناش لا الاكل انتاعنا في الغالب باراجات انتع جنود مساكين فاحيانا انتع درك في سحاري قاحلة ومرات في الشمس رهيبة فحالة السكان في الجنوب سيئة جدا جدا وهنا مش تكلم فقط على أقصى الجنوب من المن اللي من اي عور قلها وانزل كارثة بكل مقيس والمناطق الأخرى ما هيش بعيدة عليها لكن كي جيت قارنها ايه الجنوب واش راه فيه اثنين مليون كيلومتر مربع لا تجد فيها مستشفى يصلح لو كثر من ثمانين بليون مساحة الجزائر هي الجنوب من اللغواطل تحت كلها جنوب مساحة الجزائر اللي ما هيش صحراء ما هيش جنوب هي ثلثمائة ألف كيلومتر مربع أكثر من ثنين مليون كيلومتر مربع هي الجنوب أقصى الجنوب أسوأ من ورقلة والمنيعة وما جاوره وموتقرت وبسكرة وهذه اللي في الوسط أسوأ بكثير تيمياوين وبرج باجي مختار وعين قزام وعين صالح وهايا مش خارج تاريخ ما قبل قبل التاريخ فهذه حتى مالية ويشوف حتى حكام مالية ويشوف في وضع الجزائرين هناك الأمر الآخر وخاصة في هذه القضية بالذات هو أن العصابات اللي تحكم في الجنوب قاعدة مش بقاعدة تحرف للذهب فقط ويجيبوا في تشاديين يستخدموا فيهم خاصة باش يحفروا لهم على الذهب وأحيانا كما يتفهموش معهم يقتلوهم أو يجوا يلقوا أفارقة أو جزائرين يبحثوا على الذهب يقتلوهم لا المشكلة الأخرى يعتقلوا في ناس في ناس صروف الأزوات طام الراس وما تحتها تين زواتين تيمياوين برج بجي مختار عن قزة هذه كلها قبائل عربية وتارقية ومعهم قبائل أخرى عندهم امتدادات في شمال نيجي وفي شمال مالي ولاد خالهم ولاد عمهم إلى آخره متداخلة لما جات الحدود قسمتهم لما رسمت الحدود مع خروج الاستعمار الفرنسي قسمتهم فهم يتعاملوا معهم بشدة قبل أيام كانوا مجموعة من الشباب رفعين العالم أزوادي صغار اعتقلوهم وعنفوهم وضربوهم مش عارف لا طلقوهم الآن ولا ولا رفعين العالم الأزوادي فقط فالنظام العصابة خسرت وهي تخسر مع جماعة باماركو راح تخسرت الأزواد أيضا للإنصاف في الأسبوع الأخيرة هذه ما عدا قضية الاعتقال تع الشباب لرفعين العالم الأزوادي هم جزائريين بدوا يخفوا شوية على زعماء الحركات الأزوادي هناك عدد مجموعة من الحركات لما شافوا خلاص قادة مالي خرجوا من يديها وأصبحوا لعبة في أيدي الإمارات وهذه قادة مالي يدروا السياسة عارفين نظام الجزائري شكون هو اللي يشوف شيطان هو النظام المغربي راح وتلقى وكما قلت رهم على أبواب أن يعترفوا بمغربية الصحراء بالمناسبة في فترة معينة كان عدد الدول الذي يعترف بالصحراء الغربية إما باعتبارها لرست الجمهورية الصحراوية أو على الأقل يعترف بالبوليزاري وباعتبارها حركة تحرم كانوا 84 لقيتنا دراسة عاملينها الإسبان والإسبان هم أكثر الناس فهما لقضية الصحراء لأنه موما المستعمر اللي استعمروا الصحراء الغربية مدر كثر من 300 سنة أو عاملين دراسة قالوا وإن أتن كانوا 84 اللي يعترفوا بالصحراء أو بالبوليزاريو 38 سحبوا الاعتراف وثمانية وثلاثين بقاو كم هذون؟ ستة وسبعين وثمانية رأوا سيسبندت معلقين الاعتراف بالبوريزال يعني من ربع وثمانين في فترة معينة في بداية الألفين بقية فقط ثمانية وثلاثين أغلبية الدول ما عادة وحدة العشرة والخمستاش اللي اخذاتها على أساس أنه قضية تصفيد استعمار إلى آخر إلى آخر لكن أغلبية الدول اللي اعترفت إما بالبوريزالي أو حتى أكثر من ذلك اعترفت بجمهورية السحراوية كما تسمى كانت أموال جزائرية تدفع هذه حقائق هذه حقائق ولما أصبح غير ممكن دفع الأموال أو المغرب أو المناء اللي دافعوا أو اللي ناصروا المغرب خاصة الإمارات والسعودية يدفعون أكثر غيروا ولاهم لأن هذه الدول وشيهمة في قضية السحرات تكون بوليزاري ولا تكون مغرب بالنسبة لهم يهمهم اللي يعطي لهم المال لكن لما المغرب يصرف على هذه الدول أرى هم سيطر على الأراضي السحراوية بما فيها من معادن بما فيها من أسماك بما فيها من ثروات بما فيها من كل شيء خلينا باش نتكلموا بهذه الصراحة يعني الجزائر لماذا يقول لك تقرير المصير خلونا نمتمس خير خلينا نقول لها لكم بالدرجة خلونا نمتمس خير اسمح شعبك بل يقرر المصير باش نبعد تكلم عن تقرير المصير وبعدين إذا جيت صح في تقرير المصير خلينا نقول لك حاجة من هو الأولى أن تعترف به الكوسوفي اللي من عرقية ألبانية وهو مسلم لما انفصل على السربي المسيحي الأرثوذوكسي هذا أولى أن تعترف به من قرر المصيره واللصحاروة اللي هم لا يختلفون على سكان الجزائر في الجنوب ولا يختلفون على سكان المغرب في الجنوب تقريبا حويش كثير متشابه هذه كل هالمنطقة هي منطقة يعني نفس القبائل تقريبا متواجدة في موريطانيا في جنوب الجزائر في الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب متداخلة من هو الأولى اللي كان جيت صح مع تقرير المصير اللي كان اعترفتم بالكوسوفو لحد الآن لا تعترف العصابة في الجزائر بالكوسوفو كدولة مستقلة مع أنه أكثر من نصف دول العالم اعترف بها ومع أنه الكوسوفي كما قلنا هو كوسوفي من عرقية ألبانية ومسلم منين نفصل؟ نفصل من عند سربي من عرقية أوروبية أرثوذكسي أو من عرقية سلافية بعبارة أدق وأرثوذكسي ما يتفق معه في أي شيء؟ حدا أولى أن تعترف به لو كان جيت بحق ولذلك من بعد لما ترفع شعار أنك مثلا مع استقلال الصحراء الغربية الناس تقول لك والله النظام يدافع على حقوق الشعوب والأول الذي يجب أن تعترف به هو الشعب الجزائري دعونا نرجع لماذا الأسباب لماذا هذه العصابة لا تستطيع أن تواجه الهجم اللي رأي جاية اذكرنا مجموعة بما فيها هذه رأي الشعب الجزائري في النظام بما فيها الصراعات داخل هرم السلطة بما فيها الأوضاع الداخلية إلى آخر دعونا نزيد بعض النقاط كالي المشكلة واللي تابعوني هنا يعرفوني تكلمت عدة مرات تجنيس الآلاف من الأفارقة في الظرف الثلاثين سنة الآخرة باش منقولش عشرات الآلاف اللي هما معهم الجزائريين وما عندهمش علاقة بالجزائر من عدة دول أفريقية خاصة من دول المجاورة وخاصة من النيجر وتشاد ومالي وحتى نيجيريا وغيرها وخاصة دول الفرنكوفونية كاميرون مثلا جزء من الكاميرون بعض السينيغاليين يجنسوا فيهم باعتبارهم جزائريين لكن قانون قديم يقول بأن اللي يثبت بأن والديه جزائريين إلى آخر من بعد خرج الاستعمار تعطى الجنس هذا طبيعي لكن من بعد لا أصبح قضية التجنيس ادفع من جنسك اللي عنده مال في النيجر وفي مالي إلى آخره يجي يدخل الجزائر يدفع لجماعة المخابرات وجماعة القضاء وأنا تكلمت على هذا موضوع وتفصلت تفاصيل طويلة تقدر ترجعونه يصبح جزائري فيصبح عنده الباسبور الجزائري وتصبح عنده بعض الامتيازات اللي هي الجزائريين فقط لكن الأخطر من ذلك هذا ما عنده حتى ولاء للوطن ليس له أي ولاء للوطن جدر ها بزنس صرف خمس ألاف دولار ولا عشر ألاف دولار ولا على حساب كل واحد وظروفه ودى الجنسية كما هذو يصرف دراهم باش يدخلوا للبرلمان ولا باش يدخلوا للبلديات ولا يصرف دراهم بعد يجب يسترجعوها هو ثلاث رفع الجنسية بعد يجب يسترجعها وهذا في الغالب هم بعضهم على الأقل باش منظلمهم باش كلهم بعضهم هو اللي يمارس في كل أنواع التجارة غير المشروع خاصة تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة ومعامل شركاءهم في الغالب شركاءهم ضباط في الدرك ضباط في الشرطة ضباط في المخابرات هذا هم شركاءهم قضيت فيها دراهم ودراهم ضخمة خلاف التهريب من تعبيع الطريق مرات شاحنات مليئة بالمواد المدعومة في الجزائر تخرج وتدخل بدون أي شكال وبعض المساكين مهرب 100 لتر تعبنزين يسجنوه ب10 سنين و15 سنة وكاين يتيروا عليه يقتلوه أو مهرب خمسة قناطر تع سميد أنا ضد التهريب حتى لو كان يكون كيلو مش ليهرب خمسة قناطر تحكم عليه بعشر سنين ولا تقتلوه وليه مهرب خمسمائة قنطار ولا خمسمائة طن تفتح له الطرق وتسهلوا كل شي هذا 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 بال هذا عبث من بين الأسباب الأخرى لماذا العصابة لحكم اليوم لن تستطيع أن ترد الهجمة اللي راي تتعلق بتكسير الجزائر ما وش قضية تسحب معليم لآخر أزاود هذي كلها هذي كلها اتفاق الجزائر هذي كلها مبررات وهمية وهمية لما هو قادم لن نذكر أشياء أخرى انتشار الفساد كما قلت داخل طبقة الضباط وطبقة الإداريين الكبار تعرفوا أن كاين وهم يقدروا يعرفوا هذا بسهولة كاين كوميسير عندهم عشر سنين نرام هناك انتا تقول واه وش هاي عشر سنين الناس ما تقدرش تقول حتى عامين هناك لأن الحياة صعبة خاصة إذا كان هو موالف ساكن في وهران ولا ساكن في بجاية ولا ساكن في عنابة ولا في العاصمة بالنسبة ليه أقصى الجنوب هذا صعب جدا مناخيا إقليميا التراب البرد الصحة الصحراش الشمس الغبار المواد ما توصلش كثير من المواد توصل تعبانة الخضر الفواكه وش يشدوا كاين بعض الناس القانون في الغالب حسب الإدارات يعني ما بين ثلاثة إلى خمسة سنين تقضيها في الصحراء خلاص رك أديت لي عليك الجيش في الشرطة في الدرك في الإدارة لأن كاين عنده عشر سنين 12 سنة 15 سنة قاعد تم لماذا؟ لأنه باختصار بسيط لقى طريقه للرشاوي لقى طريقه اللي يبيع طرق لقى طريقه للذهب فأصبحوا أغنياء وإذا كان الشهرية التاعه هي 12 وال 14 مليون وهو قد يدخل في الشهر مليار زج ملاير ثلاث ملاير على حساب البزنس وعلى حساب ترافيك وعلى حساب تراباندو اللي يديعوا وكاين يدخلوا كثير من ذلك وأنا من هنا نقول لهم أرجعوا لهذا اللي يطالبوك كل عام يقول لكم زيدونا عام في الصحراء لماذا يقبلون أن يزيدوا عام الصحراء والناس تهرب منها لأنهم باختصار بسيط قاعدين يديروا في نهب رهيب وفي أموال ضخمة جدا لعلى لعلى بعض منكم ممكن سمع الخبر هذا شوف هذا ذهب مبالغ 1400 كيلوغرام من الذهب بمطار أديسابابا بدولة أثيوكيا في طريقها إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومصدر الذهب المهرب دولة النيجر وتم تهريبها عن طريق مطار نيامي بن نيجر واعترفت سلطات النيجر بحادثة التهريب 1400 كيلوغرام من الذهب بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار 100 مليون دولار أكثر من 2220 مليار بدرهم الجزائر من خلال مطار نيامي التي تم ضبطها في أديسابابا وأشار وزير العدل علي داود في تصريح صحفي إلى أن التحقيقات ستستمر إلى آخر إلى آخر يتم استخراج الذهب هذا هو لهم من أكثر يتم استخراج الذهب في شمال المالي والنيجر وجنوب الجزائر ويتم تصفيته بمنطقة أرليت في شمال النيجر ويتم نقله إلى نيامي عاصمة النيجر لتهريبه إلى دولة الإمارات العربية ويتم تهريب ما يقدر بمئة طن من الذهب من هذه المناطق أي شمال المالي والنيجر وجنوب الجزائر في المعدل سنويا يتم تهريب مئة طن هنا في هذه القاوم مئة وربعين طن أعفو ألف وربعين مئة كيلو مئة طن مئة طن رنا نتكلم على مئة طن في عشر القناطر كل القنطار في مئة كيلو رنا نتكلم على مئة ألف كيلوغرام من الذهب يتم تهريبه سنويا من شمال نيجر شمال المالي وجنوب الجزائر صدفة سلطات مطار قديسة بما اكتشفت لألف وربعمائة كيلو قرام ولذلك مرة لما ذكرت هذه الأشياء بعث لي واحد قائمة وقال لي راه الإمارات ما عندهش بالزاف الذهب لا هذه الدولة الإمارات اللي ما علننا العدد اللي ما علننا عليه وكون يعلن وكون الإمارات تعلن على كل الذهب اللي يدخلها ويتم تهريبه إليها يساوي ربما كل ذهب العالم الإمارات أين يوجد معادل نفيسة خاصة الذهب تقوم بكل ما يمكن من أجل أن يصل إليها وهي كي تقوم بتمويل مجموعة من الميليشيات خاصة الميليشيات فاغنر هو موش لعب إذن من بين الأسباب وجود طبقة عسكرية وإدارية وممكن نقول عسكرية وإدارية بما فيها البوليس بما فيها الدرك كبار ضباط وكبار مسؤولين مرتشين تماماً وفاسدين ومفسدين تماماً لهم لهم هم والنهب فلا يمكن بإدارة فاسدة تماماً إذا كانت في الشمال وإن كانت شوية رقابة وكانت شوية متابعة شوفوا الفساد ووراه واصل فما بالك في الجزائر قبل يومين فقط متكلمين على 31 كيلو جرام ممكن المساعدة يعود يبعثها لي باش ما نبقاش نبحث في الفيديو 31 كيلو جرام قالك جاي مرتش تعوش تعكوكاين من يسهل دخول كوكاين من يسهل تهريب الذهب السلطات كبار المسؤولين مدنيين وعسكريين إذن بهؤلاء لن تستطيع بعيدا نقطة أخرى تكلمنا على حالة كسبب واحد من الأسباب لماذا هذه العصابة لن تستطيع أن تواجه الضعف تع المدنيين وتفقيرهم في الجنوب وحالة بائسة لكن أيضا الجنود صف الضباط البوليسية البسطاء الدرك البسطاء الإداريين البسطاء يعيشون في حالة بائسة جدا ولذلك بعضهم يتصرف كقطة طرق لأنه عنده سلاح ويحب ينهى بيشوف الكورونال والجنرال والكوموندون والكوميسار أصبحوا كلهم أغنياب لكاتكات ودي فيلا والأموال المهربة والسفريات إلى أوروبا وإلى الإمارات وإلى من شعر في إسبانيا فهو يشوف والديوانة أيضا إذن هذا أيضا يؤكد لك أن العصابة لن تستطيع أن تواجه ما يراد والذي يراد هو تكسير الجزائر الخطر الأعظم الخطر الأعظم قلتها عشرات المرات قلت لهذه العصابة قلت لهذه العصابة إن الخطر لن يأتين من المغرب في النهاية في النهاية فهو يأتين من المغرب بماكو يختارون الحرب الأهلية وهو الذي أتى يتاحهم مؤخرا فقط لأن النظام نزعج منهم بشدة شنغريحة قال لهم راكم تلعبوني بالخبزة شنغريحة وضعه سيء جدا اليوم مع كثير من الجنرالات لأنهم عارفين بالليل يجاب فارغنر ووشنغريحة فقبل أسبوع ولا الروس وقفوا واحد الصفقة انتع أسلحة أصلا ما كانش رايحة من روسيا صفقة أعتقد أنها كانت رايحة من سربيا إلى إلى بماكو لأن النظام قال لهم بماكو رام يتحدوا فينا رام يسبوا فينا رام يتهموا فينا بالإرهاب وبدأ بعض الجنرالات داخل النظام في الجزائر يقولوا بالليل إذا الروس اختاروا بماكو والإمارات ويبدو أنهم اختاروا بماكو والإمارات فأحنا لا يبقى لنا خيار إلى الأمريكان تخيل لا تستغربوا إذا شفتوا يوما ما تحول جوهري في تحالفات العصابة من الصين وروسيا إلى أمريكا لا تستغربوا ذلك خاصة بعد وقعة البريكس وواقعة هجوم لفروف على العصابة طريق غير مباشر لما قال الدول اللي قبلناهم هو الدول اللي عندها هيبة على الساحة الدولية وتأثير على الساحة العالمية إذن ما هو الحل أسمع الناس يقول لك أوكي رجلتنا ويشنو هي المشاكل وكاين مشاكل أخرى يعني لو كان نتوسع فيها أكثر لكن ما هو الحل شوف باختسار بسيط هذا موضوع طبعا طويل وكان نبقى ما هو الحل والآن نرنا في قربز السواء لكن الحل باختسار هو مجموعة من الخطوات الخطوة الأولى التصالح مع الشعب الجزائري إطلاق الأحرار توقف على مطاردة الأحرار توقف على شيطنة الحراك إطلاق الحريات السياسية إطلاق الحريات الإعلامية توقف عن التدخل في قضاء التلفون هذا رفع أيدي المخابرات الإرابية عن الشعب الجزائري الشاب اللي مات حرق روحه قبل أربع أيام في بحبع أو خمس أيام كيف مات حجرة علنا وهذه الحجرة رح يمارسوها كثير من عناصر الشرطة والدرك والمخابرات خاصة في المدن الصغيرة والبسيطة والأحياء ظلم عظيم رأى داخل كفوا عن ظلم الشعب الجزائري وقائمة في هذا وتعرفوها جيدا على الساحة هذا على الساحة الداخلية ويوماً ما ببعض من فصلها بكثير من التفصيلات على الساحة الخارجية التوقف عن الصراع مع النظام المغربي تحبوهم والله ما تكرهوهم يحبوكم والله تكرهوكم لا الجزائر رح ترحل ولا المغرب رح يرحل والشعبين الجزائري والمغربي هم شعب واحد وخاوة احنا وأي خصومات بيناتنا ما تخدم إلا القوى الخارجية التي تريد تدمير الجزائر ثم تلحق للمغرب وقد تدمر جزائر بالطريقة الهارد وتختارق المغرب وتدمره بالطريقة الصوفت وهذه الاستراتيجية لها عند الإمارات إذن حل المشاكل بين النظامين لأنك عندما تحل المشاكل بين النظامين ويتوقف الصراع والخصومات على الساحة الدولية والإقليمية وشراع الأسلحة وجلب وجه يدير الوزير الإيراني هذه المرة كين نقاط قبل ربع أيام كان وزير خارجية الإيراني في الجزائر والحديث على ترتيب زيارة الرئيس الإيراني الرئيسي إلى الجزائر إلى آخر إلى آخر لكن جامعه وفد عسكري لم يعلن عنه لماذا؟ لأن الشينغريحة والعصابة يحتاجوا أسلحة الروس لا يستطيع أن تبيع الصين دائرة شروط الصرب لا يستطيع أن يوفرهم كل شيء كوريا الشمالية وفرت بعض الأشياء ولكن ليس كل شيء يحتاجوا إيران الآن طبعا لم يعلن على هذا رسميا فقط على زيارة الوزير بدل ما تروحوا تتوسلوا شراء الأسلحة ومزيد من الأسلحة لمزيد من الأسلحة حلوا مشاكلكم مع النظام المغربي المشاكل مع النظام المغربي ليس كما مشاكل فرنسا مع ألمانيا أو بريطانيا مع ألمانيا جرت بيناتهم بحار من الدماء حتى لاقوا المحيطات وشوفوا رغم الآن في الاتحاد الأوروبي وتعاون أوروبي حتى بريطانيا المخرج من الاتحاد ما زالت متعاونة إلى آخر نحن كما جزائر المغربية يجمعنا كل شيء ويفرقون هذا يجبغوله هنا مربط الفرس عندما تحل مشاكلك مع النظام المغربي ونظام المغربي يحل مشاكل مع النظام الجزائري لن يحتاج نظام المغربي لا للإمارات ولا للصهاينة ولا لغيرهم ولن تحتاج أنت لا للإيرانيين ولا للروس ولا للأتراك ولا القطرين ولا لغيرهم بل بالعكس تبني قوتك من جديد ونبنو المغرب الكبير من جديد ونبنو اتحاد المغاربي إذا ما قدرناش نبنو الدولة المغاربية الكبرى نكون عندكم شوي عقل حد أدنى من المنطق لكن هذا لن يتم بشنقريحة صراحة ربما واحد مثل تبون ربما تمشي معاه الأمور وخاصة مع وجود بعلام بعلامي وقال أنه ليس من ما هوش مهبول لكن شنقريحة وشنفرمها أنها الزوج بالذات وناصر الجنة هذة ثلاثة يجب الإطاحة بهم هذا مكانهم السجن وفي الحقيقة مكانهم الإعدام مكانهم القبر لكن أنا لست مع أن يحاكموا حتى الآن مدام ما كانش نظام شعبي حقيقي مكانهم السجن على الأقل يلتحقوا بوعز وسيني وإشباهه